الرحيم عندنا من الشجيرات المفيدة هذه الشجرة تسمى العبب وتسمى اليال اليال والعبب لا ترعاها الغنم ولا ترعاها العبل ولا ترعاها الدواب ولا ترعاها البقر ولكن فيها علاج كان يعالجون الربية وهذا الشجرة وفيها بعيدة ثانية يعالجون فيخلطونها يدك وتخلط مع الدهن الذي يدهن به الجسم عدة ليالي مثلا نول ما كان فيه عندنا مستشفيات ولا عندنا شيء بلا يعالجون بالربية ولا يعالجون بالكي ولا يعالجون بالأشياء ولا الفصد ولا الهجام هذه علاجات وهذه الشجرة فيها فايتين فيها من ناحية العلاجية فيها مثل ما ذكرنا وفيها من ناحية المفيدة الأخرى إنها تقطف أوراق هذه وصونة ويدك ويخضر بها البيوت تشكل بها المجالس البيوت سوما القطف ذي ما يقولون في عسير حين يقولون عندنا تشكل البيوت تشكل أو تدهن تدهن بالقوم ورق القوم وتدهن بالأليان أو العباب هذا ورق العباب ويضسق على طوح هذه هي ثمرتها فيها زهر زهر زهرها جميل وزهرها بني الشكل وهذا الثمر هذا ثمرتها ايه نعم وسلامتكم سلامت المشاهدين ننحلف هنا شوي هذه أنواع الزيل دكرنا عنها ثلاثة دكرنا منها الزيل العرب الزيل العربي والزبع والسعدة هذا هو الزبع هذا الزيل القوي ترعاه الإبل وترعاه الغنم الإبل إبل الرملح إبل الجبل لا ترعاه ولا الأصائل ولا الأواني يرعاه إبل الرملح فقط ما يرعاه غيره ولا البقر ولا الغنم ولا الدواب يعني ترعاه ولا يتكثفين يعني ما هو مرغوب مثل الزيل العربي والسلامة